بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى لقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العشر من رمضان وخلال التهنئة أكد وزير الدفاع أن ذلك اليوم العظيم من أيام الوطنية المصرية جسد بطولات وتضحيات الشعب المصري في استرداد أرض سيناء المقدسة وإعادة لمصر عزتها وكرمتها وللأمة العربية شموخها وكبريائها كما نقل وزير الدفاع تهنئة رجال قوات المسلحة لرئيس السيسي مؤكدا قوة عزيمتهم وإيمانهم بقدسية المهام والمسؤوليات المكلفين بها كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهنئة بهذه المناسبة الوطنية الخالدة